طيب شغل بقى الكورة بقى الكورة بتزعلوش مني انا اه لو كنت ناوي اعمل البرنامج ده عشان اطبطب على حد كنت طبطبت من زمان يعني ايه انا يعني الموضوع خلاص مفقوش طبطبة تعني بتتكلم على اه بطولات بتتاخد اه الزمالي كل اقلي بياخدوا بطولات لازم تول مهمة بلعبوا بياخدوا بطولات ما طبيعي عمال مين هيقب بطولات يا جماعة إنما النهاردة السيت اوب بتاع الكورة نفسه فين الناس دي بتاعت سان داونز سنة 2011 راحوا جابوا راجل دنماركي كان الهيد في سكاوت بتاعت شيلسي جابوه عينوه مدير رياضي جيبوه لي السيفي بتاعتها جماعة راجل شغلته اهو فليمينج بيرج المدير الرياضي لسان داونز اه تم تعيينه في 2022 اشتغل من 2005 ل 2012 في الفريق بتاع السكاوتينج تيم بتاع افريقيا في تشيلسي وبعا كده راح رايح ماسك رئيس قسم تطوير كورت القدم بالاتحاد الدنماركي سبع سنين وبعا كده راح جايبوا عنده عمل لهم ستاب محترم راجل شغلته ان هو يطور الولاد السغيرة جابوه وعينوهم دي الرياضي مفيش حاجة اسمها برا ان الرئيس النادي هو اللي باخد القرارات لا في كل واحد يعمل شغلته ووصل المنتخب الدنماركي في فترة عمله الى التصنيف التاسع عالميا راح جايب خلي بالكو خلي بالكو سانداونز دا مين دا متسيبي ناس شغالة في الاستثمار الرياضي صح هو الراجل دا اللي قدامك جابوه عينوه مدير رياضي النهاردة في الفرقة هو الراجل دا فليمينج فليمينج بيرج عمل لهم بروشيكت وعمل لهم مشروع النهاردة ارجعوا لي يا جماعة اذنكم سانداونز 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 اشتعرفوا انا بقى ما بختر مش جايب لكم فرقة بقى ايه تقولوا ريال مدريد وفلامينجو بتاعنا جايب لكم فرقة من افريقيا متزعلوش الكلام ممكن بيوجع وقاسي بس لو ما ننهوش نبقى غير امنة نبقى غير امنة النهاردة نادي زي سانداونز في اخر عشر سنين من سنة 2012 عشر سنين حداشر سنة مغير تلت مدربين تلت مدربين فقط النادي الاهلي من سنة 2012 مغير تسع مدربين تسع مدربين اهو الناس ده غير بقى المؤقتين والحشو وكده انا مش جايب لكم انما اهو من الـ 2012 مسمان يمسكهم تمن سنين وبعكية الرجل مكمفيلة ده يمسكهم يمسكهم سنتين وحضروا الرجل مكوينة ده ده رجل عنده ستة وتلاتين سنة هو المدرب طيب لو جبتلكوا وبصوا بقى الادارة لو جبتلكوا فرقة فرقة سانداونز اللي بتلعب سيزا مالك في 2016 وكسبته تلاتة في جنوب افريقيا واسلوب اللعب مع تغيير المدربين هتلاقوا نفس اسلوب اللعب بتاع النهاردة ونفس اسلوب اللعب اللي هم كسبوا بيه الاهلي خمسة قبل كده في جنوب افريقيا يبقى ده ايه ادارة لما المدربين تمشي وتتغير والنادي يبقى ليه هوية فعشر السنين ادارة ادارة الرياضية محترفة عارفين هم بيعملوا ايه وبيدوا العيش لخبازه بيدوا العيش لخبازه كل واحد خلي بالكم النهاردة الكلام طلع في النادي الاقلي عشان النهاردة الاقلي تغلب بس انا بقول لكم ده حل معظم العنديه المصرية الادارة الرياضية في مصر هي السبب الرئيسي في فشل الكرة المصرية الادارة الرياضية زيرو رجال اعمال لا يفققه شيء في كرة القدم ولا الإدارة الرياضية متصدرين مشهد رئاسة أكبر أنديت مصر هو ده اللي مودينه في داية كلهم حبيبي وصحابي ورجال أعمال محترمين وناجحين شركاتهم إنما تدير الرياضة ما تعرفش أسهل حاجة في الدنيا إن أنت على الأقل لما تتعين في منصب تبقى رئيسنا دي إن أنت تجيب مدير رياضي محترف زي ما بتجيب مدرب تتفعله هو بقى المنصب ده في مصر إحنا عايزين إيه نتجاهله عايزين نتجاهله ليه يا ترى تقولولي قلولي عايزين نتجاهله ليه عارفين عايزين نتجاهله ليه ولا لا أو بيتجاهله ليه عشان عارفين إن هو لو جاب النهاردة مدير رياضي محترم واحد مدير رياضي أجنبي جامد عنده خبرة زي ما الناس بيعملوا كده أجيبتلكم أجيبلكم أمثلة كتيرة بقى مازين بيعمل نفس الكلام بتتكلموا في ناس في أفريقيا مش أقول روح لكم برة لما يجي الرئيس النادي يتدخل في شغلانا ولا يطلع يقول كلمة في التلفزيون ما تجيبوش أقوله بس وقف انت بتعمل ايه تجيبني تهزقنا أنا كلاون هم بقى مش عايزين دي عايزين الحديدة دازم كل يوم أطلع مداخلة في التلفزيون وأقول إن أنا شفته وأنا جبته أعمالته بتتزعلوش مني كلكم صحابي بس بتعرفوش حاجة عن الإدارة الرياضية نتعرفوش حاجة هو دا اللي مودي الكرة المصريف ده إنما النهاردة هو الأمثلة المشاريع الصح النهاردة في ولب بيلعب في جنوب في سانداونز خارج في الدية واحد تمانين موليد ألفين وواحد من أبناء النادي جايب تمن تجوان في الدوري في اتناشر مباراة وجايب خمس تجوان في ستة متشاط في دوري أبطال أفريقيا ده النجاح ده النجاح السنة دي سانداونز مطلعين تلاتة لعيبة من تحت السن بيشاركوا مع الفريق ده النجاح مش بيشارك بس ده بيشارك في السيستم بتاع النادي وبتاع هي دي بقى الكرة طبعا طبعا روحت أمثلة كتير موليلا موليد ألفين وواحد بيطلع لعيبة من تحت وبيصرف على القطاع وبيصرف على المدربين طب تعالوا ما هو أنا النهاردة لما لاقي فرقة زي دي في أفريقيا بتلعب كده بتلعب كده لازم أسأل الناس دي يا جماعة بيعملوا إيه مش هنعرف وده العيب موليد ألفين وثلاثة موجود على طول بيشارك مع الفريق الأول كلها مولاد صغيرة كلها مولاد صغيرة طيب ماشي أنا النهاردة سألت قص قال لك لا الناس دي راحوا ماضوا مع مؤسسة يوهان كرويف اللي عندها طبعا international coaching badges أو رخصات تدريبية دولية وكل مدربين قطاع الناشئين كل سنة بيحضروا الكورسز بتاعة مؤسسة يوهان كرويف طبعا بيعمل ايه هو معترف ان هو راجل عنده مفيش education مفيش تعاليم عنده كويس وعارف ان الرخص بتاعة الاتحاد الأفريقي دي يعني ايه على باب الله ما تزعلوش منه كعلم education مش هتعلم منها حاجة اللي حاجات بسيطة جدا جدا تمام بتاخد الرخصة بس كده تشتغل بها تعاليم بتاع الرخص الحقيقية برا طبعا هو عمل ايه بيعمل نظام موازي نظام موازي ماشي انتو كشتغلوا بتاعه وهو راح رايح جايب المدربين بتوقع ساند داونز رايح الرجل المدير الرياضي ده انا متأكد اول لما دخل بمسك الشغلانة قال لهم ايه ال education اللي انتوا واخدينه ايه التعليم اللي انتوا واخدينه قالوا له احنا واخدين رخصة توتي فروتي من جونس بيرج قال لهم لا وقف مفيش الكلام ده لا لا روح بقى روح الناس دي تتعلم تعليم صحة وتا فطلعولوا لعيبة النهاردة ايه بتعرف تستلم صح بتعرف تحضر اللعب واخد القرار قبل ما تكورت جيلها الكورة لما تتقطع منهم سرعة رد الفعل ال reaction ال counter pressing اللي هي كرة القدم الحديثة اللي انتوا شفتوها النهاردة اللعيبة بتاعت الاهلي مش عارفين يجاروا لعيبة ساند داونز بكل بساطة والنهاردة انا سامع ان فيه قرارات عقوبات على اللعيبة وبتاع انا بقولك اللعيبة ما اثرتش اللعيبة دي امكانياتها لما بتحط في ليفل معين دي امكانياته مايقدرش ان هو يجاري الليفل دا مايقدرش ينفع انت تبقى بتلعب بلاي ستيشن انت بتلعب برة كل شهرين تلاتة هيجي واحد من العائل اللي بيلعبوا كل يوم اللي عطاين قدام في السايبر دول هتلعبوا هيدي خمسة ستة هو كده